إذن حول هذا الموضوع نرحب هنا بضيفة سيد وائل العلوان الباحث في مركز جسور للدراسات أهلا بكم سيد وائل وكمان نرحب عبر سكائب العميد أسعد الزعبي المحلل العسكري والاستراتيجي أهلا بكم سيد العميد أبدأ معك سيد وائل يعني إحصائية وعمل واسع يعني خمس قوة تم إحصائها وتقريبا 477 موقعا محتل إن صح التعبير من قوات أجنبية في سوريا كيف ستعتم إحصاء كل ذلك؟ نعم تحياتي لكم والسادة المشاهدين والضيف العزيز سيد العميد طبعا هذا العمل هو عمل فريق بحثي كامل من راصدين ومن محلين ومن خبراء عسكريين ويتم دائما تحديث قواعد بيانات هذه القوى الأجنبية الخارجية أنت تلاحظ على الخريطة هناك القوات الإقليمية والدولية التي لها وجود على الأرض إضافة طبعا لرصدنا من يمتلك الجزء الأكبر من السماء السوري اليوم وهو اللاعب الذي لا يظهر عالمه على الخريطة وهو اللاعب الإسرائيلي اليوم هذه الخريطة تثبت وجود أكثر من 477 قاعدة ومركز بمعنى أننا في هذه الخريطة لا نتكلم عن الحواجز لا نتكلم عن اختراف قواعد مستقلة قواعد يمنع الجيش العربي السوري دخولها يمنع الإضابط في الجيش العربي السوري دخولها نحن لا نتكلم عن الحواجز لا نتكلم عن تواجد ضمن الثقانات العسكرية لا نتكلم عن المخافر التي بين القرى والمدن أو ضمن المدنيين وضمن البلدات نحن نتكلم عن قاعدة عن مركز عن معسكر تدريب عن مستودعات أسلحة وذخيرة عن مراكز تصنيع وتطوير هذه القواعد والمراكز هي بشكل كامل تحت إدارة وسيطرة وقيادة من هذا العلم الذي موجود على الخريطة بمعنى أن حتى الضابط السوري لا يسمح له بالدخول إلى هذه القاعدة طبعا هذه النقاط تختلف من حيث الانتشار من حيث الكم من حيث الدور ومن حيث المهام يعني وجود حزب الله ووجود إيران في سوريا بهدف مختلف عن الهدف الأمريكي مثلا في الوجود في سوريا لكل طرف أهدف خاصة به طبعا أيضا لنفهم من زاوية عسكرية دعنا نراحب مرة أخرى بسيادة العميد أسعد الزعبي المحلل العسكري والاستراتيجي أهلا بكم معنا سيادة العميد يعني بحسب مركز جسور للدراسات بحث واسع حول القواعد وكما يذكر السيد وائل علوان وهو الباحث في المركز بأن هناك قواعد مستقلة في سوريا ومحتلة سيادة العميد ماذا تبقى من السيادة الوطنية في سوريا كيف نفهم توزع تلك القوى عسكرية على الأرض السورية طبعا بداية المساء الخير سألو أخ مائل وتحية حقيقة من القلب للجهود الكبيرة التي يبدو لها مركز الجسور في كثير من المواضيع الهامة والتي تتعلق حقيقة أو الضرورية جدا لثورة السورية والشعال السوري وآخرها وطبعا وليس آخرا لكن هذا الجهد الكبير الذي قام به هؤلاء الكوادر الخبيرة بقضية يعني رصد كل ما هو فوق الأرض السورية من قواعد للدخلاء للأجانب للطغاة دعني فقط أنا يعني أتحدث ربما زيادة ما تحدث به الأخوة لأقول يعني المواضع التي ظهرت والتي يتوجد فيها قوات هي المواضع تعتبر مواضع أساسية وفي العلم العسكر هناك مواضع أساسية وهناك مواضع احتياطية قد يتواجد فيها عنصر بشري وقد لا يتواجد ربما مثلا عناصر حراسة وحياة لا يتواجد وهناك مواقع تبادلية وهناك مواقع إذن يعني عندما نتحدث عن أكثر من أربعمائة مكان أو قاعدة أو يعني مكان انتشار هذا يعني اضرب هذا العدد بثلاث من حدود الدنيا لتقول يعني تخيل إذا هذا الحد فلو أخذنا بالحساب البسيط نعم أنه يعني ربما مثلا منطقة انتشار كتيبة أو توضع كتيبة أو نطاق دفاعي للواء أو قطيع كتيبة أو حتى قطاع دفاع للفرقة يعني نتخيل على أن يعني حجم سوريا أو يعني 90% أو 70% من حجم سوريا هو عمليا مصادر لانتشار هذه القوات سواء كان في أماكن انتشارها الأساسية أو الاحتياطية أو التبادلية إذن يعني يعني دون أن نتحدث بالأمر السياسي ودون أن نتحدث يعني بخلفية السياسة بالاقتصاد بالثروات المسروقة من المنهوبة بتواجد العنصر فوق البشر يعني فوق الأرض والعنصر البشر الأجنمي الذي يتحرك فوق الأرض على مرأة ومسمع من كل السوريين الموجودين في الداخل أو الموجودين في الخارج يكفي أن نقول كل هذا الانتشار يشير إلى أنه هناك دولة محتلة بشكل كامل لا يوجد يعني عندما نتحدث أن هناك عصابة لبشار الأسد فعصابة جاران يعني لا يوجد عصابة بمعنى العصابة حتى بمعنى العصابة لم يصلوا إلى مرحلة عصابة لأن العصابة تسيطر على مكان معين لها قدرة على التحرك في هذا المكان لكن هؤلاء العصابة حتى ليس لهم قدرة على التحرك في أدى الأماكن بما فيها المراكز الرئيسية الحساسة يعني على سبيل القصور الرئاسية وحتى المراكز الاستراتيجية بالنسبة لهم يعني ما يسمى المربع الأمني المربع الأمني يقوده إيراني وروسيا أخي الكريم بالفرع 248 فرع 235 فرع 216 بالمئتين وداعش بكل هذا بالفرع 293 فرع الضباط يسيطر عليه الضباط روس و الضباط إيراني وذلك يعني حقيقة عندما نتحدث يجب ألا نذكر أن هناك ما يسمى سيادة هذه السيادة وهذا المصطلح أعتقد باته قديما منذ عام منذ عام 1970 لم يعد سيادة سيادة العميد يعني بالنسبة للانتشار العسكري والقواعد العسكرية لتلك القوات الأجنبية ماذا يميز أن تنتشر قوة ما على الأرض السورية في منطقة معينة دون غيرها تمام يعني أولا يجب أن نعلم أن هذا الانتشار لهذه القوة يعني ليست لأجل مصحة بشال أسد فهذا أنت تعرف الجميع يعني أنه بشال أسد عبارة عن سحارة مندورة الجميع يعني يحاول التبادل فيما بينه بالبيع والشراء والمزاود الرخيصة لكن حقيقة كل من هذه القوة لها مصالح خاصة بها عندما نقول روسيا موجودة في قاعدة تحميمين أو في إذا تريد السيطرة على الشواطئ الشرقية لبحر الموسط هذه المياه الدافئة التي كانت تحلم تماما أن تصل إليها عندما نقول أن روسيا موجودة في منطقة دقنيفيس لأنها تسيطرة على مناجم الفوسفرات عندما نقول أن أمريكا موجودة في المنطقة الشرقية تريد منابع النفط والغاز عندما نقول إيران موجودة في الجنوب إذن كل انتشار لهذه القوات له مصلحة سياسية وله أهداف خاصة بها وليس من أجل مصلحة هذا يعني هذا هو عبارة عن مختار أو ربما يعني كما يقال عامل نفوس من أجل أن يثبت لهؤلاء هذه الملكية أو أن يكون شاهد على أنه نعم هذه المنطقة أنا بعتها أو بيعت لهؤلاء من قبل جهات معينة إذن عندما نتحدث عن انتشار في الانتشار ليس فوضويا وليس عشوائيا هذا الانتشار يقابله أو أساسه وخلفيته هناك مصالح وأهداف عالي جدا استراتيجية تتعلق بهذه الدولة أو بتلك حسب الانتشار نعم أيضا إبقى ما إذا سمحت سيد العميد أعود لضيفي هنا سيد علوان سيد علوان يعني ذكرتم في الدراسة بأن إيران تحتل المرتبة الأولى في التوزع والقواعد لها 131 موقعا بينما فرقتهم أو لا أعلم كيف يعني ممكن نسمي ما حصر بأن تذكر حزب الله بالتحديد يعني 116 موقع لحزب الله يعني دائما ما يتحدث حزب الله اللبناني بأنه يتبع لإيران ماليا وعسكريا وأيضا يعني في ترتيب الميليشيات ودخوله إلى سوريا جاء بأمر من إيران لا شك فيه لكن لماذا تم تمييز حزب الله وفصله عن إيران في هذه الدراسة نعم طبعا هذه الدراسة اعتمدت على منهجية بحثية هذه المنهجية تقول أن هذه القوى الإقليمية والدولية بمعنى أن كل قوة لها علم علم حزب الله كفصيل لبناني محلي يتبع بشكل كامل إيديولوجيا ويتبع بشكل كامل عقائديا للمشروع الإيراني خارج حدودها خارج حدود إيران هو ينسق بشكل كامل مع الحرس الثوري الإيراني له قيادة مستقلة في القصير هو قيادة لبنانية هو عناصر لبنانيون هو قوة لبنانية لكنه يتبع بشكل كامل إيديولوجيا للمشروع الإيراني بمعنى زينبيون وفاطميون قوات باكستانية وأفغانستانية موجودة في سوريا لم نميزها بشكل خاص لأنها تتبع لقيادة الحرس الثوري الإيراني وليس لها قيادة مستقلة ميليشيات الحشد الشعبي في سوريا عراقية بعض الفصائل الفلسطينية الموجودة في سوريا أيضا هي تتبع بشكل كامل لغرفة عمليات الحرس الثوري الإيراني بينما حزب الله لديه قيادة سياسية لديه قيادة عسكرية لديه قيادة داخل سوريا في مدينة القصير لكن أنا أتفق معك بشكل كامل أن المشروع واحد يعني الوجود الإيراني وجود حزب الله في سوريا هو لمشروع واحد وليهدف واحد هو بتنسيق كامل وبطريقة عمل كاملة هما في النهاية مشروع واحد في مقابل مشروع آخر اسمه المشروع الروسي في مقابل مشروع آخر اسمه التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية في مقابل المشروع التركي الذي يحاول حماية أمنه القومي في جنوب وهناك تعاون بالنسبة لتركيا من فصائل سورية مع الجانب التركي فصائل محلي أو فاعلون محلي متعاونون متعاونون يتبعون له يدعموه هاي شغلة تانية لكن أعيد للفكرة التي تكلم عنها سيادة العميد هذه المواقع هذه المراكز التي مثبتة على خريطة مركز جسور للدراسات هي للقواعد الرئيسية والمراكز بمعنى تكلم سيادة العميد عن اختراق واسع إيراني ولحزب الله ولروسيا في الأفرع الأمنية في القصر الجمهوري في الثقنات العسكرية في قطع الجيش عينة اليوم تحكي عن مكتب أمن الفرق الرابعة والفرق الرابعة تابعة بشكل كامل لإيران هذا ما موجود على الخريطة أنا عم بحكي في الخريطة عن القوات الإيرانية وعن مركز أمني عن نقطة تواجد إيرانية كاملة أما إذا بدي أتكلم عن الوجود الإيراني داخل أيضا الجيش السوري جيش بشار الأسد وداخل الأفرع الأمنية فهناك اختراق كامل لا شيء للسيادة الوطنية ولا شيء للقرار العسكر المستقل والقرار السياسي المستقل بشار الأسد وما يتبع له من القوات المحلية على الأرض التابعة له قرارها السياسي في موسكو قرارها العسكري في حميميم وفي طهران وفي بيروت في الضاحة الجنوبية طيب أعود مرة أخرى للسيادة العميد الزعبي عميد الزعبي نحن نذكر في عام 2018 عندما توجه مرتزق روس إلى دير الزور تم استهدافه من قبل أمريكا وتم يعني بمعنى بالعامية حصده في تلك المنطقة المرتزقة الروس وتبرأت روسيا من تلك القوات في آلية انتشار سيادة العميد المتبعة في سوريا بين تلك القوات كيف يمكن أن تتوزع تلك القوات على الأرض السورية دون احتكاك ما بينها دقيقة أضيف على ما تحدث به الأخ وائل ما ذكره مركز جسور حقيقة غاية في الدقة بتحديد مراكز الانتشار بمعنى أنا أحدد أي مكان تنتشر في هذه القوات لأقول من هو الأكثر في هذه النقطة فأعطيه لها بمعنى أنه إذا تواجد قوات إيرانية وقوات حزب الله فالأكثر هم الإيرانيين إذن فهذا موقع لإيران إذا كان الأكثر هم حزب الله فهذا موقع لحزب الله هكذا تصنيف لكن عمليا القيادات يعني هناك مراكز قيادة مشتركة هناك مقرات قيادة مشتركة في مستويات عليا وهناك أيضا مركز مركزي يعني مقرات مركزية هناك فرق ما بين مراكز سيطرة مشتركة مقرات مشتركة والمقر المركزي عندما نتحدث حقيقة كما تحدث أخو نواء الدقيق بالملاحظة أنه مثلا الفرقة الرابعة هي تابعة لمهار الأسد لكن قيادة هذه الفرقة رغم أنه كلهم عناصر الفرقة الرابعة من الرابعة من النظام لكن قيادتها أو يعني من يقود عمليات الأعمال القتالية لها هم بالتأكيد يعني حزب الله هم الحرس الثوري إذن كل الأماكن التي يتوجد في حزب الله أو الفاطميون أو الزينبون أو الحشد أو حتى مراكز الجيش تابعة لمشار الأسد كلهم جميعا هم يتبعون في القيادة في الأساس للحرس الثوري أو ربما يتبعون بعضهم إلى روسيا على سبيل المثال الفرقة السابعة في زاكيا هي الفرقة تعدد فرقة حماية العاصمة لا يمكن أن تكون فرقة حماية العاصمة إلا بيد إيرانية ولذلك رأينا إسرائيل كيف هددت قائد الفرقة ثم غير النظام قائد الفرقة وأعاد آخر يعني آحد آخر ليقول تماما أنا مصر على أن تكون هذه القيادة بيد إيران هو ليس مصر إنما إيرانه مصر على أن تكون هذه القيادة كما هي الفرقة الأولى أيضا بالكسوة فالفرق المحيطة بإنما شك جميعها تقاد من قائد الحرس الثوري ولكن بشكل غير مباشر ليس بضروع أن يكون مباشر القائد موجود في الفرقة يمكن أن يكون بخط خلفي أو بيكون مواقع مؤخرة طيب سأرد على سؤالك أيضا عندما تحدث حقيقة على أن هناك مرتزقة روس ذهبوا إلى يعني سأحكيها صراحة يا أستاذ الكريم أن توزيع القوى الموجودة في سوريا الروسي مع الإسرائيلي مع الإيراني مع البطيخي مع العراقي مع كل هؤلاء الشراث القذيرين من مجتمعات العالم هم بقيادة أمريكية وبإشراف أمريكي وبتوزيع أمريكي يعني عندما قادت أمريكا بلحظة من اللحظات يحضر جويا فوق الحسكة خلال دقائق اختفت روسي واختفت نظام الحسكة إذن هي أمريكا صاحبة القرار وهي من سمحت لإيران وسمحت لروسيا وسمحت لكل هؤلاء الشراث القذيرين من أنواع البشر من أن يدخلوا على سوريا وعندما تريد إخراجهم تستطيع يعني تستطيع أن تغلق ذلك الممر من مطقة ابو كمال وهي قريبة عليه بمدفعيتها وصواريخها في قادة التنف أو الشداد تستطيع التأثير عليه تستطيع حتى أن تتخذ أي قرار إلى إخراج روسيا إذن عندما نتحدث على أن هؤلاء الزعران من الفانجر أو المرتزق القذيرين نظر بروسيا وهم أقدر خلق الله في الدنيا يعني عندما ذهبوا قال بوتين أنهم ذهبوا بدون أوامر رؤوسية هذا غير صحيح طبعا روسيا يعني بوتين يريد أن يتحركش أو يريد أن يروح نوع من التشويش على قوات الأمريكية ولذلك سيادة العميد أنا هنا أذكر سماحت لي هل هو هذا التوزع أو الانتشار بالتنسيق أم بالقوة كما تذكر لأمريكا على الأرض السورية بالأساس كان بالتنسيق يعني بمعنى أن أمريكا هي أرادة إيران أن تدخل حتى لا يسخط النظام يعني إسرائيل سمحت وبالتالي نتنياهو كشف السر وقال نحن لا نريد لإيران أن تتجاوز الخطوط الحمراء التي حُددت لها إذن من سمع لإيران في الدخول إيران لم تدخل يا أخي بالقبعة الإخفاء ولم تدخل بالمظلات من السماء دخلت على بكل ممارات من معبر التنف وأبو كمال واليعروبية ومن لبنان ومن كل المعابر دخلت إلى سوريا وعلى مرأة ومسمع قوات الأمريكية الموجودة في العراق يعني من أمام القوات العراقية الأمريكية دخلت إذن عندما دخلت هؤلاء الروسي والأمريكي وكل لها دخلوا بموافقة أمريكية وبمواركة من مجرم الحرب يعني جون تيري الذي كان متفقا مع معه لكن اليوم انتشار القوة أو هذه القوة بالتأكيد هو يسعج أمريكا لأنها ربما خرجت عن الدور الأمريكية وخرجت عن يعني الأوابر الأمريكية لكنها ما زالت ضمن الحيز التي لا يسمح يعني أو لا يضطر الأمريكان أن يقصفها كما حصل بقصفها لعناصر المرتزقة فاغنر سعود إليك إذن سيادة العميد في سؤال أخير إذا سمحت أن تبقى معنا إذن سيد علوان هنا في مسألة السيادة الوطنية وكما يتشدق دائما النظام السوري هناك أيضا قصف دائما للكيان الإسرائيلي في سوريا وتم رصده أيضا من قبل مركة جسور لإستهدافات الإسرائيلية في الأرض السورية عندما نتحدث بأن هناك 477 موقعا عسكريا مستقل كما تذكر لقوات أجنبية ماذا تبقى من السيادة الوطنية أو السيادة السورية غير الاسم الخاص بها حتى الاسم غير موجود حتى الاسم مفقود لا يوجد أي صلاحيات لبشار الأسد لأي من أركانه باتخاذ أي قرار على المستوى السياسي يعني شوف المهزلة التي حصلت مثلا في موضوع اللجنة الدستورية عندما يفرض عليه فرضا المشاركة في اللجنة الدستورية المشاركة في مفاوضات جينيف ثم يخرج على قناته ليخاطب الشعب هو يقول هؤلاء لا يمثلون الحكومة السورية أو لا يمثلون قرار الحكومة السورية ثم روسيا لا تكترث لهذا الكلام في نهاية هو مجبر على أن ينخرط في الألوامر الروسية من الناحية السياسية وعلى الأرض لا بد من ملاحظة أن أكثر من نصف هذا العدد الذي ذكرنا 477 أكثر من النصف هو للقوات الإيرانية وقوات حزب الله هو للحرسة الإيرانية والحزب الله بمعنى أن أكثر الوجود الأجنبي على الأرض انتشاراً اليوم هو الحرس الثوري الإيراني أو المشروع الإيراني ضمن حزب الله هل ليكم إحصائيات لماذا تنتشر إيران في الجنوب السوري أكثر من مناطق أخرى؟ هي تنتشر في الجنوب السوري على الحدود مع الأردن وعلى الحدود مع إسرائيل هي تنتشر في جبال القلمون وخاصة حزب الله وفي زبداني ومضايا وفي مناطق التهريب ومناطق زراعة المخدرات هي تنتشر في الأصير القيادة الرئيسية هي تنتشر في الشمال في حلب على الطرق الدولية M4-M5 هي تنتشر في الطرق الواصلة ما بين طهران بغداد البوكمال والميادين نحو دمشق ونحو بيروت يعني التواجد الميليشيات ليس لحماية سوريا من الكيان الإسرائيلي للمخدرات كما تذكر هي للمشروع أولا الإيراني بالامتداد من طهران إلى بغداد إلى بيروت وعبر الجنوب السوري والوسط السوري ثم هناك طبعا موضوع تجارة المخدرات موضوع تطوير وصناعة الأسلحة بعيدة المدى وأدوات توجيه الصواريخ التي تستهدفها لآن إسرائيل بشكل كامل كما قلت لك أعود لأختم أن الخريطة تذكر أربع أو خمس أعلام لكن هناك أيضا السيطرة المطلقة من قبل الطيران الإسرائيلي بالتفوق التكنولوجي والعسكري على كامل مناطق سيطرة النظام ومناطق سيطرة حزب الله ومتوقع وبشكل كبير جدا أن تزداد في 2021 الضربات والغارات الجوية على مختلف هذه المواقع وأن تأخذ الشكل أكثر من الضربات لمراكز نوعية فقط وإنما للحد من الفاعلية والوجود والتنقل بدي أرجالك بسؤال أخير سيد ولكن نذهب إلى العميد أيضا عندي سؤالين لكن بداية فيما يخص التواجد الإيراني والروسي تحديدا سيادة العميد هناك من بدأ يحلل بأن إيران تمتلك القوة على الأرض السورية عبر ميليشياتها وهي اليوم قادرة على المسار العسكري في سوريا بينما روسيا تحتل السماء السورية في ميزان العسكرة سيادة العميد من هو أقوى؟ دعني أقول لك أنا بتسألت عندما سألت وائل قتلهم يعني هل الانتشار الإيراني لحماية النظام من إسرائيل نعم لأنه هكي بيحكوا هكي سيادة العميد للقوات الإيرانية في سوريا تمام يعني أنت تسأل عن صهيوني يحمي صهيوني من الصهاينة تمام إسرائيل صهاينة وبالشهل أسد وعصاباته صهاينة وإيران أو النظام الحاكم في إيران هو صهاينة وهم كلهم عمل نفس البوتقة نفس البوتقة القذرة يعني ولذلك لا نتحدث يعني كما فعلت حزب الله في الجنوب عندما أطاحوا بالفلسطينيين ليحموا حدود إسرائيل واليام هما يريد أن يحموا حدود إسرائيل في المنطقة الجنوبية إيران تريد أن تسيطر على الجنوب لأنها أول شيء لا يوجد قوات لذلك النظام لسيطر على الجنوب ثاني من أجل يعني خطوط التهريب تهريب المخدرات باتجاه الجنوب باتجاه الغرب باتجاه كل المناطق خاصة باتجاه مناطق الغليج لكن أعود إلى سؤالك أخي الكريم عندما نتحدث نعم هناك تعاون مشترك أو إكمال ما بين القوات ما بين الجانب الجوي والجانب الأرضي وروسيا بالطبيعة بطبيعة الحال هي تملك الجانب يعني أو السماء يعني تملك القوى الجوية التي تكون السبب الرئيسي السبب وليست هي العامل يعني الوحيد إنما هي السبب في حسم الأعمال القتالية على الأرض ما شك أنه يعني جند المشاهد عندما يتوفر له غطاء جوي يستطيع أن يتحرك يستطيع أن يعمل يستطيع أن ينتج أي نتاج عسكرية لكن عندما لا يتواجد غطاء عسكري والطرف المقابل قد يكون أكثر منه تفوقا بمعنى أثبت المقاتل السوري الحر حقيقة أنه أقوى مقاتل في التاريخ وليس في العالم على استخدام المندقية أو الحرب القتالية القريبة المعركة القريبة يعني أجادها المقاتلين السوريين حقيقة التدريب هو نتيجة الحالة أو نتيجة الحاجة الوطنية لحماية أهله وذوي تولدت هذه قبرة قتالية لم يتوفر وبتالي الإيرانيين بكل قواتها 112 ألف عندما أرادت أن تحمل نظام فشلت تماما وبتالي لا شك أن القوى الجوية للنظام حتى القوى الجوية للنظام انهارت بشكل كامل لم تستطيع أن تغطي الإيرانيين لذلك الدخول الروسي رأينا في البدايات أن روسيا لم تريد يعني يقحم إيران في عملية قمع الثورة فشكلت ما يسمى الفيلق الرابع الذي انتهى في حمان في ماركة شمال حمان انتهى الفيلق الرابع وخسرت روسيا ثمان مروحيات وإذن سيد العميد هناك حديث من حزب الله اللبناني إذا سمحت لهنا بأن قاسم سليماني قاسم سليماني هو من ذهب إلى بوتين وجلب الدعم الروسي لتلك الميليشيات على الأرض هذا يعني هم تحدثوا برغمهم كلهم كذبين خاصة الأفاكضة حسن نصر كلهم يعني أوسق من بعضهم السليماني لكن أنا أقول لك أن روسيا تدخلت قبل التاريخ الذي يعني نشر على الإعلام عندما قالوا أن روسيا تدخلت في 30 سبتمبر هذا الكلام دقلت طيران الروسي وقصف قوات المقاتلين من جيش الإسلام الذين خارجوا من دوم باتجاه طريق باتجاه ضاحية حرستة ولذلك هنا كان تدخل روسي وكان هنا لابروف عندما يقول لو لا تدخلنا سقط الدمشق قلال أسبوع أو أسبوع نعم هذا كلام دقيق 100% فعلا كان الثوار أو كان المقاتل الأبطال من منطقة الغوطة الشرقية كادوا حقيقة أن يسقطوا نظام لو لا تدخل الطيران الروسي بشكل غير ماشر بعد ذلك تم الإفصاح عن أن هناك طيران الروسي بال30 سبتمبر كيطلعني دخيرا معك يعني هنا للمسارات السياسية هنا أستانة ومسارات أخرى في سوريا هل لها دور في تلك يعني انتشار القوات الأجنبية على الأرض السورية للمسار السياسي هنا للأسف الشديد القضية يعني عندما نتحدث عن مسار أستانة لا يفهم أو لا يعرف أو لا يرى من مسار أستانة على الواقع الأرضي إلا عملية تقاقر للثورة وانسحابات باتفاقات دولية نحن ليس لنا فيها إيصل وكانت أمريكا تعمل من خلف الكواليس يعني روسيا وتركيا وإيران الواجهة لكن عمليا أمريكا كانت تعمل من خلف الكواليس فكان هناك اتفاق يعني اتفاق روسي أمريكي ومن ثم أيضا ضغوط على تركيا وإيضا يعني إشارات للإيران إذن كان هناك بالتأكيد سيطرة سياسية أمريكية من خارج الطاولة ويعني اليوم هما أوباما يحصح عن ندمه ويعني ألقيه من من أخطائه في سوريا وكل إدارة أوباما واليوم حتى الأمريكان يقولون نريد ألا يخطى بايدا كما أخطى أوباما لكن تعودنا على المسؤولين الأمريكان دائما نصلاحهم بشكل بعد ما ينهي يعني صلاحيته أو مسؤوليته في مقام ثم يتحدث يعني يعز ضميره ويبدأ بالصحوة هذا لكن الواقع أن ما جرى بقضيات استانة وغير استانة قبل كل شيء هو انسحاب من الشرعية الدولية وكانت هذه قاسمة لظهر الثورة الانتسحاب من جنيف عندما تنسحب من جنيف تكثر عملية الحلول والمخترحات وبالتالي هذا ما ضيع الثورة قبل أن نتحدث عن قضية الضياء الأرضي طيب أخيرا سيد علوان يعني لفت انتباهي في الدراسة تذكرون بأن هذه تواجد القوى الأجنبية في تاريخ سوريا الحديث سوريا في قبل ذلك نارت الاستقلال والإجلاء الاحتلال الفرنسي عنها في تاريخ سوريا الحديث متى الاستقلال سيد علوان بكلمات يعني ما سألت الدكتور السيادة العميدة عنه وأجاب وأكد عليه أن المسألة السورية اليوم أصبحت مسألة إقليمية دولية أن طاولة المفاوضات يجتمع عليها الفاعلون الإقليميون والدوليون لكن في النهاية كل هذا الاجتماع لمصالحهم ولتقاطع تخوفاتهم ومصالحهم لابد أن يمضي في سبيل إعادة رسم ملامح جديدة ربما تكون في الوقت القريب والمتوسط على شكل احتلالات مستمرة لكن في النهاية الأسد لن يستطيع العودة إلى حكم سوريا رغم كل الاتفافات على الثورة ورغم كل الإخفاقات التي مني بها الثوار الأسد إلى زوال والاحتلال لا يمكن أن يبقى مهما كانت الأعلام والمصالح ومحاولة الاختراقات المجتمعية التي تمارسها التغيير الديمغرافي الإيراني والمشروع الإيراني في سوريا أشكر جزيلي شكر سيد والعلوان الباحث في مركز جسوري شكرا لكم على هذا البحث الواسع ونشكر أيضا العميد أسعد الزعبي المحلل العسكري والاستراتيجي شكرا لكم سيد العميد على هذه المداخلة والمعلومات مشاهدين الكرام فصل قصير ونواصل معكم